شو يعني تتوسع الحرب بلبنان بزل حكومة غايبة عن السمع من دون خطة جدية للطوارئ أو الإغاثة أو الإجلاء؟ على الورق في خطة نحطت بتشرين الأول الماضي تحسباً لنزوح مليون لبناني وعدد غير معروف من اللاجئين السوريين بسيناريو شبيه بحرب 2006 وزعت الخطة على الوزارات مهام إيواء للناس حين وتأمين الكهرباء والاتصالات للأمن الغذائي والاستشفى بحال توسع الحرب بقية الخطة حبر على ورق والخدمات اللي حكيت عنها عم تنقطي حتى قبل ما تبلش الحرب بسبب عدم تأمين التمويل إذا خطينا مسألة التمويل على جنب من مهام الدولة البديهية وقت الحروب تحديد ممرات ومناطق آمنة وأماكن واضحة لإيواء النسحين كل هيدا ما في شي منه حالياً لثلاث أسباب الحكومة ما ضمنت حاجات النسحين الأساسية اللي انذكرت بخطة الطوارئ الأولى بعدت الحكومة عن أي تنسيق أمنه مع قوات الطوارئ والمقاومة لتحديد الأماكن اللي ممكن تحييدها أمنياً ما عملت الحكومة جرد بالأماكن المتاحة لإستقبال النسحين بالمناطق بغياب دور الدولة انتركت مسألة النزوح لعدة بدايل اللي معه الإمكانات المالية قدر يستأجر بمناطق بعيدة عن الخطر وبأسعار وصلت لألفين دولار شهرياً لشقة صغيرة وعم يطلبوا المالكين تسديد مسبق لفترة بتوصل لست شهر أحياناً ببعض المناطق لعبة الأحزاب دور الدولة مثل الحزب الاشتراكي وطيار المردة بتحديد أماكن النزوح المتاحة وتنسيقها مع حزب الله وحركة أمل حاولت منظمات دولية مثل الأنروة ومفوضية اللاجئين واليونساف تعبي صغرات محددة ولفقات معينة ثلاث بدايل كلها خارج ثلثة الدولة وكلها بتعزز التفاوت بفرص الحياة خلال الحرب